ترأس وزير الإسكان شريف الشربيني اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية حيث تم استعراض مجهودات الهيئة في دعم تنمية بالمواقع السياحية الخاضعة لولايتها وإنجازاتها خلال العام الماضي أشار وزير الإسكان إلى أنه تم خلال العام الماضي إضافة حوالي 3260 غرفة فندقية فضلا عن 7555 وحدة إقامة جديدة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالأراضي الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بإجمالية استثمارات 54 مليار جنيه